دعا وزير الإعلام معمر الإرياني المبعوث الأممي إلى اليمن هاس جرنبرغ واللجنة الدولية لصليب الأحمر إلى وضع ملف الصحفيين الأربعة والذين يخضعون لظروف اختطاف قاسية في سجون ميليشيا الحث الإرهابية على قائمة مهامهم وقال وزير الإعلام إن ميليشيا الحث الإرهابية تواصل استخدام الصحفيين عبدالخالق عمران وتوفيق المنصور وحارث حميد وأكرم الوليدي كمادة للابتزاز والمساومة وأشار وزير الإعلام لأن ميليشيا الحثي تواصل اختطاف الصحفيين الأربعة وإخفاؤهم قسريا للعام الثامن على التوالي بعد أن اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة وأصدرت بحقهم أوامر حثية بالإعدام وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتصعيد قضية الصحفيين المختطفين وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحث الإرهابية إجبارها على إطلاقهم فورا دون قيد أو شرط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر